جوج دي الموضع المهمة غد نتقسمها معكم في هذا الفيديو غد نتكلمه لواحد تقنية رسمي مع الشرطة الاسبانية اللي كتكلم لعدة السرقات اللي وقعت في اسبانيا خاصة المستعملين دي الطرق السيارة هنا في اسبانيا طبعا الحالة الموضوع دقيقة هي من الجريه المغربي المقيمة باسبانيا والجريه المغربي المقيمة بين باقي الدول الاوروبية في الموضوع الثاني غد نتكلمه لها كاميرات المراقبة اللي حطتها الدجي تي في الطرقات دي الاسبانيا واللي خدمها بالدكاء الاسطناعي وكيفاش هاد الكاميرات كتخدم وشنو ممكن تحص عليك هاد الكاميرات هذو اللي خدمين بتقنية الدكاء الاسطناعي كنظر انا هاد الموضع ده بجوج بهم مهمين بزاف وكهموا الجريه المغربي بصفة عامة اللي كتكلم في اوروبا خليكم معناتها الاخر تديرونا نرايك الفيديو ويالا ندوزوا التفاصيل السلام عليكم وزاحة طيبة الجميع انما كنتم مرحبا بكم عام جديد انتكلموا في الموضوع اللولة التقرير الرسمي اللي صدر معان الشرطة الاسبانية موسو دي سكوادرا هنا بكاتالونيا على المسائل او السرقات اللي كتوقع في الطرق دي الاسبانيا بصفة عامة طبعا للحال سبحان الله التقرير هذا غي خرج دبا بحلي الصيف قربات بحلي تذكير تذكير دبا الشرطة الاسبانية بغا تذكر مستعملين دي الطرقان من هاد الشي اللي كي طحو فيه كتعرفوا ان في اسبانيا هنا يا بصفة عامة في الصيف كيبقى على المشكل سرقات في الطرق دي السيارة وخاصة الابي سيتي بنسبة الناس اللي كيكونوا هوادين من فرنسا بلجيكا المانيا هولندا ايطاليا بصفة عامة الدول الاوروبية الجالية المغربية المقيمة باوروبا بصفة عامة او بليجي غتدوز من اسبانيا اذا من اسبانيا هنا في كتكون اللقمة السائغة دي المجرمين اكا نتكلمو على اه جماعات لي كيكونوا جاين من البانيا جاين من رومانيا جاين من اوكرانيا جاين او خيطانوس او يعني الناس برانيين اللي كيشتغلوا في الصيفية في هاد الخدمة هادي المهمة دي المهم هما في الصيف ان يكتقرب الصيف يدخل بس في ذاك يجيوا هما يمدوا الاخرى يجيوا باش يمارسوا دي الطرق ديالهم دي النصب العباد الله والسرقة في طرق السيارة اللي كينهبوا فيها اموال طائلة الجالية اللي كتكون غدا في فلوزيا العطلة الناس جمعين فلوزيا العطلة ولا الذهاب ولا اللي كان وكيمشيوا يعني في غفلة منهم كيمشيلهم رزقهم كامل فرام شاتوا عين غالين تكلموا على التقرير اللي حطناتوا الشرطة الاسبانية اش كيقول واش نو خسكم ديروا بطبيعة الحال كيف يخسكم تصرفوا والطريقة ديال السفر كيفاش ختولي خس العقلية ديال السفر تبدل على ذاك شي اللي كان واللي معروف التقرير كيقول ان ما بين الفين و اتين وعشرين و الفين و ثلاثة و عشرين شكلات تلتالاف و خمسمية تحالة ديال السرقة في الطرق السيارة منها ابي سيتي والاسيتي تلتالاف و خمسمية تحالة تحالة تسارقة رقم خيالي صراحة و كل هذه الصريقات كيقول الشرطة الاسبانية كلها كان طريقة ما فيهاش عنف يعني ما كيش Savandra بمتلا مسكين ولا بسلاع ولا كلها صريقات ديال غفلة يعني هنا كان نشفهموا بدرجة الولا كيتكلموا على الصريقات ليتعرضوا لها سواء المغاربة ولا أصحاب الشاحنات ولا اي واحد اسباني ولا جنسية اخرى غفلة منه يعني هنا كان نشفهموا انا الصريقة هذه قيتموا بتطريقة سريعة وما فيهاش العنف واما فيهاش الضرب ما فيهاش نهائيا كيستغلوا فقط نقطة ضعف ديلك لاحظة ديال التعب اللي كتكون تعبان كنت قد ترتاح في الطريق. اذا بما ان الرقم خيالي 3500 صريقة في طرق سيارة فهنا الشرطة الاسبانية كتحول تذكر الناس طريقات استعمال ديال الطريق يباش تكون. نفس الشيء اللي جابه التقرير اللي انا كنت قاسم معكم اليوم هو نفسه اللي كنقوله دائما في هاد القناة هادية كنا نوصل به الجالية المغربية بالدرجة الاولى اللي كيكون هو ديال المغرب بما ان الصيف قرب. فاش كن هوض عطلة لبلادك. طبعا هاد الحال عندك واحد الفلوس اللي جمعتي باش غدوز بها عطلة. كين اللي عنده الفلوس ديال العطلة. ربما اللي جمع فلوس باش يمشي دار او لاشي ارض او لغي دير شي مشروع او لاشي حاجة. كين الناس كيبغي تدي الفلوس معها في الفليد. كان قولوا لهم بديهم في البنكة وليك يقول كان بديهم في اليد حيت حيت حيت. اوكي انا فاهمين ديك شي لاخر لا داعي للدخل في الدي طعي. عندك فلوس نوار في ديك مثلا غادي بيها للبلاد. الخطأ اللي كرتكبه الناس وارتكباته الزوجة ديال الصديق ديالي شنو هو? هو الفلوس ديال العطلة او الفلوس اللي عندك غادي بيها غارة في المغرب. غادي بيها في ساك. وليك الساك حاطه فوق حجرك مثلا وكد مشي يهكك زعمة اما مع القوة اما مثلا المرأة حاطة الساك فوق حجرة. مرت صاحبي حاطة الساك فوق حجرة. فاش وصلون واحد المحطة وعيه وبغي يرتاحه تجيب دور الكورسي بحلكة. المرأة ديال الصاحبي حاطة الساك فوق رجليها. وبدأت بحال ايضا. في واحد اللحظة جوش فارة كتعرفوا ان الججاج ديال طنوبل كيتهرز بوحد واحد البوجي واحد الفيلتر بشكل ديال الموطور ووحد اللعبة. غير كي قسجرة كتفرتس. دروا الججاجة هاه هزول الساك بلي فيه. ثلاثة وعشرين الف اورو اللي كانوا هودين بها المغرب. حاطة هامرة في ساك. مشات كاملة. زاقات ذاك الف اورو اللي كانت عنده هو في الجيب اللي كان كيتتصرف بها فطريقة. تخيلوا معي. تلاتة وعشرين الف اورو شفارة كدروا ضرب واحدة فيها تلاتة وعشرين الف اورو. دي همزة. اكبر همزة من اللي هموز قاعدة كاملين. تربيه اللي خسنا نتعلمه ده بو الطريقة ديال الصفة اللي خسنا نتعلمه. عبار ذاك القادية ديال. البيبان ديال الطربي مسورتين هذيك رفهمناك. وشي كتصورت البيبان ديالو. الججاج كيتهارس بسهولة ما عندك ما يدير له. الفلوس ديال العطلة عمرك ما يديره في ساك اللي انتهى الزو. الفلوس ديال العطلة ولا اي فلوس او للدهب. عمر المرة ما توزو في ساك ديالها. وعمرك انتهى ما يديره في المتشيلة ديالك. نهائيا. انتخص تهوز او لانتي سيدتي او سيدي. هوا دي المغرب. باقونس. ووز معك في الجيب ديالك. خمسمائة ديال الطريق ولقع الف او ديال الطريق. مازوت. اوتو بيستا. الماكلة ودكش. فقط الف او ديال في الجيب. بعد فلوس في الجيب. مد لفسك. فلوس ديال العطلة شاعة الهاف الطنوب الكيقول واحد لمثال. لا تدع كل البيض في سلة واحدة. عندك عسرة ديال الف او رو. مثلا عسرة ديال الف او رو. حط الفين في هذه الباليزة. والفين في البيزة الاخرى. والفين تحت الكرسي ديال الدري. والفين في شي قنط يعني شاعتر الفلوس ديالك. شاعتر الفلوس ديك باش لقدر الله باش افعل وقع موقع. يتكون بعدها الفلوس. ما مشاتش كاملة. عتقول لي ربما يدير الطنوبة ديالي كاملة ومشي الفلوسي كاملة. واخا سيدي. تفادى هاد المشكل هادا. فلوس كاسي دي. شده في واحد القوماش. وحزم بيها. تحزم انت بفلوس. كرار ازقك هادك تعدبتي علي ضربتي ايتامارا. تحزم بالفلوس وطلق عليهم الكامة سيطة. ربما هذيش يصراقك انت. هو الاستراقه ما كيستعملوش العنف. كيستعملو فقط ديك الخطفة. يعني لا غفلتها كيخطفك. ما كيدرش معك العنف. ما كيضربك لا بسكين ولا بفردية ولا بوالو. كيستغل غير الغفلات ديالك. او مثلا عن جين كيجي واحد كيضرب معك بها دي الباب. كيجي لاخر من دوبة الخرى. كيشف شنو كين. كيفتاح الباب والخرى كيديل لكين. هذي طريقة تيك يستعملوها. يعني تيخصو تردبك منها. يعني انت تخصو تيمن كون فقط القضية حادرة. اذا بما كيش العنف كينا غير غفلة. انت ما تكونش مغفل. ما تخليش راسك كون مغفل. خافتي لفلوسك حزن بها. ديالي تحت تحت راسك. ما عندوش ما عندك يدرك ديالك تساعد. ولا اشي عطر فلوسك في التنوبيل كاملة مثلا. غتوقف وقف واحد المحطة اللي معروفة واللي بينها واللي واللي واضحة للناس كاملين. نزيدك واحد القضية عتقول ينزلي الليل ساعة متأخرة من الليل مثلا. نعاس في اوتيلا صاحبي. نعاس في اوتيلا. شحال غادي تخسر في الاوتيلا. اربعين اورو خمسين دل اورو ستين دل اورو سبعين دل اورو الليلة مثلا. ليلة واحدة مدت ما جاء. نخسرنا سبعين دل اورو في ليلة واحدة. حسن ما تشيل عصر الاف ولا خمسة الاف ولا تلتة الاف ولا اللي كان فلوسي العطلة. قاعد لعية المرة وكان وقت متأخر. نجلس في اوتيلا. ما عنديش فلوس اوتيلا. نجلس في حط محطة اللي اه معروفة. والفلوس نكون تأمن عليها مية في المية. اذا هذا تحضير من الشرطة الاسبانية ومن نحتحنا معكم فرد القناة هذه برنوصلكم مساج عارفوا التعاملوا مع طريق هنا في اسبانيا والعطلة هنا في اسبانيا. هدفي ما يخص الموضوع اللول ردوا بلكم ثم ردوا بلكم على رزقكم. فالموضوع التاني كما قلنا غادي نتكلموا على عدل كاميرات المراقبة اللي حطاتها الشرطة اسبانية. كل واحد تقرر هو بالاسبانية طب هاد الحال فيديو كيما كانت شاهدوا معايا كيتكلم على الزرع دي الكاميرات دي المراقبة لزرعتها اسبانية في الطرقات ديالها. بعد الحال بما انه فيديو اسبانية وانا كنتكلمة عجلية بصفة عامة. انا غا نسرح لكم شن واقع وشن الطريقة اللي بلو كيخدموا بها حاليا. اسبانيا حاليا وف اندلوسيا بتغيي في اندلوسيا بوحدة. زرعت ميتين وثلاثين كاميرا اللي كتخدم بالدكاء الاصطناعي. اني كاميرات دي المراقبة دي الترقان خدمة بالدكاء الاصطناعي. شنو الدور دي لهاد الكاميرا دي بالدكاء الاصطناعي انها كتقدر وانت ما ديرش الصمتة وتشدك كاميرا دي المراقبة بدك اصطناعي وتعرفك باللي ما ديرش الصمتة ولا استعملت تليفون ولا ديرش شي حاجة شي حركة في الطنوبل ديالك كتجبدك وكتوصلها الى المراقبين. يعني كاميرات كتجسس على الداخل دي التنوبل دي كيفاش واقع. كاميرات متطورة جدا خدمة بالدكاء الاصطناعي كتديكت اي مشكلة تدلو انت غادي كتصوق. قدر تقول ان البوليس ما شافونيش او لا ما حصلونيش او لا ما عارفونيش. ولكن الكاميرا كتعرف الداخل دي التنوبل ديالك. خاطير هاد القادية دي صراحة. كاميرات قدر تصورك يعني من فوق التنوبل قدر تصورك واختك ما كتشوفكش فقط من البعيد كتديكتك وكتعتيك الرزومين دي شنو كدفت تنوبل ديالك. اذا هنا شنو كنفهمو? انا ولينا مراقبين واحد درجة ما تتصوروش. خاصة في استعمال ديال الطريق. هادي اذا خاص لانسان يغير المينطاليات ديالو في التعامل مع الطريق. خاصة كنتكلمون لالا بي سيتي ولا الاسيتي. طرق السيارة المعروفة ديال اسبانيا. سي ترين تايدوس متلا. بالنسبة الاندولوسية عندهم بزاف ديالطرقان تماما المادريد داك شي كامل. كاميرات مخدامة بدك الاصطناعي. كي دي تكتو اي حاجة عملتيها. اردوا بلكم منها. اراكم مراقبين في اي طريق سيار في اسبانيا. والفكرة انها غد زرع اكتر. ومشي كنتكلمة اسبانيا يا رب جميع الدول الاوروبية. تخدم بها التقنية هذي طبعا الحال المراقبة اكتر. واللي حال بالجيوب اكتر. رغم ما احبو جيوب اكتر. وانت حاول تكون يعني ارازين. وما تطيعش في الفخ دياله موما. اتمنى ان الرسالة تكون وصلات. واستفتو هاد المعلومات هذي ان شاء الله. دلونا لايك ريشتو الفيديو تستحق. بارتاجي. خلي وصل للناس كامل ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله.